صباح الخير، كيف تكون الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير بسياق الحديث عن دمر الدم وهذه الفيديو سوف ينزل على القناتين الأولى والثاني تابعوا آخر الفيديو سوف أحاول حط الرابط للفيديو كامل بالقناة الأولى لا تشوفوا سوف أتحدث عن الكبدة هنا عندي أنا كبدة الدجاج سوريب لكن المنظرة وهي نية أكيد مزعج كبدة بالمجمل كبدة الدجاج كبدة الغنم كبدة البقر الكبدة عند الإنسان لديه وضائف كثيرة الكبدة اللي منأكلها كبدة الدجاج كبدة الغنم بالبقر هذا عادة بالمجمل عادة لما منقول فقر دم ننصح الشخص يتناول أو الشخص الشخص أو الشخصة يتناول لحم كبدة ببيض حبوب بقول خضار ورقية خضراء لحم كبدة لنزيد تأثيرها لازم نحط معها طبعاً الكبدة لم ينحط معها كثير ليمون حامض ينحط خلط عادة يزيد الامتصاص على مستوى المعدة فيتامين سي بشكل أو بآخر أو الوسط الحمدي يزيد امتصاص البروتين يزيد امتصاص الحديد اللي لما نقول فقر دم يعوز الحديد الكبدة كمان هي من الأغذية الأساسية التي تستخدم في علاج تساقط الشعر وشيب الشعر تساقط الشعر هي الكبدة القمح الكامل تمام واللبن هدون من الأغذية الكثير الأساسية والعسل الأسود اذا الكبدة والقمح الكامل واللبن الرائب زبادي يعني والعسل الأسود وخميرة البيرة تمام ضفنا خمسة خميرة البيرة الكبدة واللبن الرائب والقمح الكامل والعسل الأسود العسل الأسود هو طفل أصب السكر تابعوا الفيديو للأخير لنرى الكبدة بتفيد أو هي مفيدة بأي زمر عادة اللحوم والدواجن بالنسبة لزمرة الدم أو كل لحم البقر الخالي من الدهون لحم الغنم الحبش والدجاج وأنواع السمك التي يسمح لكم بها قدر ما تشاءون وكلما زاد معدل الضغط النفسي في العمل الذي تمارسونا أو كلما كانت الرياضة التي تمارسوناها مجهدا كلما كان عليكم أن تزيدوا كمية البروتكينات التي يجب أن تتناولونها لكن تنبهوا دائما لحجم الحصة الواحدة فأجدادنا ما كانوا يشبعون شهيتهم بقطعة ستيك زينتها 480 جراما فاللحم في زمنهم كان نادرا وثمانهم وثمينة جدا حاولوا أيضا ألا تأكلوا أكثر من 180 جرام من اللحم في الوجو الواحد يستطيع من فئة دمه أو أن يهدم اللحوم جيدا كما يستطيع جسمه أن يخضعها لعملية استقلاف فعالة ويعود الفضل في ذلك إلى نسبة الحموضة العالية في معدد من يحملون فئة الدم كان هذا العامل حيويا جدا لدى أصحاب الفئة أو الأوائل لأنه ساعدهم على البقاء والاستمرار لكن عليكم أن تحرصوا على إقامة توازن ما بين البروتينات الحيوانية والخضار والفواكه المناسبة كي تتجنبوا فائد الحموضة في المعيدة علما أن هذا الفائد يمكن أن يسبب لكم تقرحات ويعيوجد في بطانة المعيدة إذا كانت في قدمكم أو أجدادكم من العرق الأسود يستحسن أن تأكلوا أو يفضل اللحم الأحمد الخالي من الدهون على اللحوم المدهنة والدواجن مثل اللحم الغنم والدجاج إن جينات الفئة أو مصدرها إفريقيا وأجدادكم هم أصحاب الفئة أو الأوائل لذلك من الأفضل لك أن تختار بعناية البروتينات التي تستهلكها التي تستهلكها فتنتقي أنواع اللحوم التي كانت متوفرة لأجدادك الأفارقة هذا بالنسبة لزمرة الدم أو أما زمرة الدم أي يفترض بأصحاب الفئة أي أن يلغوا من نظامهم الغدائي كل أنواع اللحوم للحصول على أفضل نتائج ممكنة من هذا النظام ولكن لنكن واقيين فمعظم الناس يعتمدون في تغذيتهم على البروتينات الحيوانية المصدر وما زالت مدة الوجبات السريعة تلقرواجا متزايدا في المطاعم التي تقدم الآن أكثر من أي وقت مضى أطباقا غنية بالدهون والوحدات الحرارية ولكن مهما كان التيار السائد قويا أطلب منكم أن تتقيدوا شوي بهذه التعليمات إنها وسيلة لكي تبدأوا بخفض العوامل الغدائية المسببة لأمراض القلب والسرطان التي يملك أصحاب الفئة استعدادا الإصابة بها وبناء على ما تقدم الانتخال إلى نظام غدائي نباتي بالكامل سيتطلب بعد الوقت وهذا ما بنصح فيه أبدا نتبهوا بهذا الموضوع ومنصح فيه الغداء النباتي ممكن ناخد بروتينات من مصدر ثاني ابدأوا باستهلاك باستبداد اللحوم بالأسماك مرات عدة في الأسبوع وعندما تريدون تناول اللحم اختاروا القطع الأقل دهونا علما أن لا تناول اللحم الدواجن أفضل من اللحوم الحمراء واعتمدوا الشيء لطهي اللحوم بتجنبه كلياً لحوم المصنعة كالجامبو والنقانق واللحوم البارد السلامي والمارتديلا هذه المنتجات تحتوي على مادة النيتريت التي تساهم في ظهور سرطان المعدة لدى الأشخاص الذين تنخفض لديهم نسبة الحوامض في المعدة وهذه إحدى خاصيات فئة الدم إذن بالمجمل ما بنصحكم أنا تستخدموا النظام الغذائي النباتي لازم حكيت أنا عن أحد أحد الانفلونسر الانفلونسر كانت تستخدم نظام غذائي نباتي لقططة واحدة كانت بإجازة وكانت شافطة عم تاكل وجبة من الأسماك وثمار البحر مع أنها كانت عم تروج لكثير من المنتجات النباتية وعلى هذا الأساس إجت وقالت أنه صار معها مرض وتنصحوا لأطباء أن تأخذوا البروتينات النباتية فهذا زاد من غضب المتابعين إلى أخبروه أو سألوه لماذا لم تخبرنا بهذا الموضوع بالنسبة لفئة الدم يبدو أنه تم ترتباط مباشرا ما بين الضغط النفسي والأمراض الذاتية المناعة واللحم الأحمر لدى الفئة B وارجع السبب في ذلك إلى أن أجدادكم الذين كانوا من الفئة B تقبلوا بشكل أفضل أنواع أخرى من اللحوم على أي حال لم تكن العجول كثيرة في سهول سيبيريا الجرداء فإذا كنت تشعر بالإرهاق أو تعاني من خلل في جهازك المناعي عليك بأكل اللحم الأحمر كلحم الحمل والخروف والأرنب بعدة مرات في الأسبوع فهذه اللحوم أفضل لك من لحم البقر وديك الحبش عادة أصحب تعديل يجب أن يجريه من ينتمي إلى الفئة B على نظام الغداء هو التخلي عن لحم الدجاج فالدجاج يحتوي لكتينات تجعل خلايا الدم من الفئة B تتلازن يعني تتلاصق وتتكتل وهذه اللكتينات موجودة في النسيج العضلي في لحم الدجاج لكن إذا كنت معتادا على أكل اللحوم الدواجن أكثر من اللحم الأحمر فيستحسن أن تتناول نوعا آخر من اللحم الدواجن كلحم ديك الحبش أو التدرج واللي هو الطير شبيه بالحجل فما أن لحم هذين الطيرين شبيه بلحم الدجاج من نواحي عديدة إلا أنه لا يحتوي تلك اللكتينات الخطيرة إن الحديث عن الضرر الذي يلحقه لحم الدجاج بصحة الفئة B يقلق عددا كبيرا منهم فالدجاج يشكل جزءا أساسيا منه في العديد من الأنظمة الغدائية التقليدية أدف إلى ذلك أنه قد قيل للناس أن يأكلوا لحم الدجاج عوضا لحم البقر لأن لحم الدجاج أفضل للصحة لكن هذه أحدى الحالات التي لا يشمل فيها إرجاع غداء ماء الفئات كافة صحيح أن الدجاج قد يكون أقل دهونا ولكن ليس دائما من اللحم الأحمر لكن ليست تلك المشكلة تكمن المشكلة في قدرة إحدى اللكتينات التي تجعل خلايا الدم تتكتل على مهاجمة مجرى الدم فينتج عنها سكتات دماغية وأمراض مناعية إذن حتى لو كان الدجاج تعامل عزيزا على قلوبكم أنا أشجعكم على البدء بالاتعاد عنه تماما هلأ هذا من نسبة للفئة ب نوصل للفئة الأخيرة اللي هي A B اللي هي مزيج من A مع B تأخذ الفئة A B عن فئتين A و B بعضا من خصائص كل منهما المتعلقة بتناول لحوم الحمراء ولحم الدواجن فأصحاب هذه الفئة لا يمتلكون ما يكفي من أحماض المعدة لهضم البروتينات الحيوانية الفعالة مش لهم في ذلك مثل أصحاب الفئة A لكن حال هذه المسألة يتوقف على الحصة وعدد المرات التي تتناولون فيها اللحوم أسبوعيا وأنتم تحتاجون للبروتينات الموجودة في اللحم وبخاصة أنواع اللحم المفيدة للفئة B التي تحملونها جزءا من خصائصها أي لحم الغنم والأرنب وديك الحبش أيضا عن لحم البقر أما اللحوم التي تهيج الجهاز الغضمي وتؤدي الدم لدى الفئة B فلعا التأثير نفسه فيكم فجنبوا إذن لحم الدجاج تجنبوا لحم الدجاج ومتنعوا أيضا عن تناول اللحوم المدخنة والمصنعة أو المقددة فهذه الأستعمال يمكن أن تسبب سرطان معدالة الأشخاص الذين تنخفض لديهم معدلات حموضة المعدة وهي الخاصية السلبية التي تتقاسمونها مع الفئة A إذن بالنسبة للكبدة الكبدة الكبدة المنظر ليس كتير حلوة هي نية بالمجمع الكبدة إذن لازم نعرف مين بتناسب من أي زمر دم ننتقل للقناة الأولى بالنسبة للكبدة هي مفيدة كبدة مفيدة لأصحاب زمر الدم أو ولكن شو بالنسبة للزمر الأخرى إذن الكبدة مفيدة بالنسبة لزمر الدم أو وهي غير ضارة بالنسبة لزمر الدم A وغير ضارة بالنسبة لزمر الدم B وهي مفيدة سوريا وهي غير ضارة أيضا بالنسبة لزمر الدم A B إذن هي مفيدة بالنسبة لزمر الدم وغير ضارة بالنسبة لزمر الدم الأخرى هاد كان الفيديو انا عجبكم الفيديو زلوا تحت القناة اعملوا لايك شير سبسكرايب اشتركوا بالقناة فعلوا زر الجرس ان ما عجبكم الفيديو اعملوا ديس لايك كان معكم دكتور باسن